قائمة النادي أو قائمة نادي ريال مدريد المتواجدة في المغرب لكأس العالم للأندية تعالوا شوفوا بقى الأسماء عشان ناسا ما تقول لك إصابات كتيرة فكده ريال مدريد مش أدي مباراة كبيرة لا ريال مدريد مليان تعالوا وص تعالوا في غياب تيبو كروتلوة لون هيبقى هو الحارس الأساسي ومعه لويس لوبيز وكونسارس خط الدفاع كربخال وعلابة وفييخو وناتشو وأدريا زولا الباكرايت ما بيلعبش كتير مع الريال مدريد مع رودريجو ومارفل خط الوسط كروس خط الوسط توني كروس ولوكا مودريتش وكامافينجا وفالبردي وتشواميني وسيبايوس وماريو مارتين وأربايس في خط الهجوم أسينسيو وبينيسيوس جونيور ورودريجو وماريانو دياز والكلام والكلام عن مفاجأة هيعملها بكرة أنشروتي إن هيبدأ رودريجو وماريانو في لا هيلعب بينيسيوس وماريانو في التشكيل الأساسية وهيلعب أربعة أربعة أتنين في كلام في الصحافة الأسبانية بتقول ده بينيسيوس وماريانو المهاجم على قده يعني على قده طبعا بالفارق مع كريم بنزيما مش يقول إنه هو مهاجم سيء بس لما تتقارم بكريم بنزيما يعني طيب الغيابات بقى غيابات ريال مدريد لهذه المواجهة كالتالي تيبو كورتوة أصيب في العضلة الضم أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة ريال مدريد وريال مايورك الأخيرة في الدوري الأسباني ألف سلامة أعظم حارس في العالم كريم بنزيما إصابة في العضلة الخلفية أثناء مباراة ريال مدريد وبالنسا في الجولة قبل الماضية من الدوري الأسباني ألف مليون سلامة أهم مهاجم في العالم إيدن هزار كادمة في الرباطة الداخلي الرجبة اليسرى مما سيؤدي إلى غيابه لمدة تصل إلى شهر تقريبا يعني وجوده زي غيابه شايف ليه كتير إيدن مليتاو إصابة في العضلة الخلفية خلال الشوت الأول من مباراة ريال مدريد وبالنسا في الدوري الأسباني لحظة واحدة بس هو تأثر تأثر في رأي ريال مدريد أو غياب إيدن مليتاو عن ريال مدريد في هذه المواجهة تأثر له علاقة بالشكل التكتيجي في الملعب ليه؟ إنه لو مليتاو كان موجود كان هيلعب مليتاو وردجر اثنين مساكين في خط دفاع ريال مدريد ويلعب ديه بيدقالابة على الشمال دلوقتي هو غالباً هيتطر يلعب ديفيدقالابة فيه كمركز مساك هو وروديجر ولعب ناتشو على الشمال بس بس بسبب غياب كربخالد وسبب غياب الناحية التانية لوكاس باسكيز غالباً هيلعب كمافينجا على الشمال وهيلعب ناحية اليمين ناتشو ده اللي حصل فيه مباراة ريال مايرقب يعني متل غبطة ماشي مش مشكلة بس برضو نجوم كلهم اللي موجودين فنلند مندي الليفت باك أو زيل ايسا لريال مدريد يغيب بسبب تمزق فيه العضلة نصف الغشائية بالساك اليسرى بما سيؤدي إلى غيابه لمدة تصل إلى شهرين تقريباً لوكاس باسكيز التوقف الكاح الأيمن خلال شهر ينال الماضي وغيابه لمدة تصل إلى شهر تقريباً